بيض الطاوس في هذا الفيديو إن شاء الله سنشارككم العديد من المعلومات حول بيض الطاوس إذن بداية أنثى الطاوس تبدأ بوضع البيض بعد بلوغها سنتين ولو تكون التغذية ممتازة وتكون سالمة من الأمراض ستبدأ في وضع البيض بعد بلوغها سنة واحدة لكن سيكون عدد البيض قليل يعني زوج بيضات 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 كحد أقصى بالنسبة لعدد البيض سيزيد يعني كي تكبر الأنثى سيزيد كل ما تكبر سيزيد العدد البيض يعني يكين بعض الإناث ويلاحقوا حتى 20-25 بيضة في موسم التبيض وتبدأ أنثى الطاوس بوضع البيض في فصل الرابعة بالنسبة لحجم البيضة تعتاوس وهي أكبر حجما من بيضة الدجاجة وقت تبيض تضع البيض في الفترة المسائية غالبا لكن هناك بعض الإناث يعني يلدوا في فترة صباحية تقريبا ما ثمانية لعشرة تاع الصباح تولد بيضاته وتولد يوم بيوم يعني يوم تولد يوم ما تولدش وكين بعض الإناث يلدوا يوم بيومين يعني انهار تولد يومين ما تولدش وانهار اللي بعد تولد لذلك يعني على المربي انه يحفظ الوقت تبيض كل أنثى باش ما تروحش تحط له البيض في تحط له في منطقة بعيدة للسكن وبالتالي راح يضع له البيض لأنه بيض طاوس غالي وما تولدش الأنثى بزر نفتول فترة الحضانة يعني شحال تقعد البيضة وهي في الفقاسة والله تحت الأنثى يفقس الكتكوت فترة الحضانة هي 27 يوم يعني 27 يوم بعد بلوغها 27 يوم سيخرج الكتكوت 27 28 29 على الأكثر 30 يوم هذه فترة الحضانة سؤال للناس كامل يقول لك لماذا يريد طاوس تضعه تحت الدجاجة يلجأ المربي إلى هذا الأمر لكي يجمع أكبر عدد ممكن من بيض الطاوس لأنه لو يخلي أنثى الطاوس هي التي تحضن البيض ستوقف على البيض وبالتالي تقوم بالحضن ويكون العادة على البيض قليل لهذا الأمر يلجأ المربي لأنه يجب أن يضع البيض تحت الدجاجة وبالنسبة للدجاجة ستحضنه عادي وبعد ما يفقس الفلوس ستقوم بالرعاية كأن أولادها لهذا الأمر يلجأ المربي للدجاجة تغذية تلعب دور مهم في بيض الطاوس كلما كانت تغذية ممتازة ومتنوعة سيكون لدينا بيض مليح بيض سليم لكي تكون نسبة التفقيس أكيد يجب أن يكون هناك ثاني الذكر مغذى جيدا وبالغ لكي تكون نسبة التفقيس مليحة بالنسبة للبيض تجعل البيض طويل 20 يوم 15 يوم خاصة في فصل الصيف لأن البيض سينقص وبالتالي نسبة التفقيس ستكون ضعيفة قد لا تكون الفترة تليم فيها البيض تكون صغيرة مثلاً مدة خمس يوم ستاة يوم وحطهم في الفقاسة وضعها تحت الدجاجة خير ما يطور البيض ستكون نسبة التفقيس ضعيفة إذا نشارك لكم معلومات حول بيض طاوس إذا كانت عندكم أسئلة أخرى في مجال تربية الطاوس حطوا هنا في كومنتر ونلتقي في فيديو آخر لا تنسونا من الدعم لا تنسونا من الدعم لا تنسونا من الدعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة